طبعا في هذه الأيام لا صوت يعلو فوق صوت هذا النهائي نهائي سوبر الأبطال فريق زي ما حضراتكم عارفين دائما ما يتم غلق ملف المباراة السابقة ويبدأ التحضير للمواجهة القادمة مواجهة مودرن فيوتشر اللي هتكون إن شاء الله يوم الخميس المقبل فريق مودرن فيوتشر من الفرق المحترمة جدا بالمناسبة على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الإدارة الفنية عنده مزيج من أصحاب الخبرة والشباب بيمتلك جهاز فني بورتغالي على أعلى مستوى ويمكن اللقطة للناس كلها بتتكلم عنها مبارح عندما تلقى المدير الفني اللي نادي بمودرن فيوتشر مكالمة من جوزي مورينيو حضراتكم عارفيني إن هذا المدير الفني كان المساعد الأول لجوزي مورينيو في كثير من الأندية العالمية اللي درب فيها جوزي مورينيو وبالتالي عندما تلقى منه مكالمة الحقيقة ساب المؤتمر الصحفي ورد على التليفون وحقول لكم النهاردة إيه اللي حصل عشان عمل كده المهم مدربين البرتغاليين الكيميا ماشى معهم مع اللاعب المصريين يعني بينساجم مع اللاعبين المصريين سريعا يعني عموما مباراة صعبة ومباراة غير مضمونة على الإطلاق الأهلي ما زال يعاني وسيظل يعاني أنا جماعة من فضل حضراتكم لما نيجي نتكلم يجب أن نتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الدقة الوضع واضح الإرهاق والإجهاد واضح على فريق النادي الأهلي بسبب ضغط المباريات وعدم وجود راحة الراحة هتبدأ من بعد يوم الخميس والراحة ستكون لبقية اللاعبين اللي مش موجودين مع منتخب مصر ولكن اللاعبين اللي مع منتخب مصر الله يكون فعونهم الله يكون فعونهم خلصنا أوخذنا برونزية كاس العالم الأندية وبعد كده نلعب مع سيراميكا كلوباترا كان يوم الجمعة المباراة بتاعة التالت والرابع اللي فاز فيها النادي الأهلي على أروع الياباني واستطاع أن يحصد المدالية البرونزية بالمناسبة كل الفرق كل الفرق اللي لعبت في كاس العالم للأندية لعبت على أقل فريق لعب بعد ثلاث يام مراحة هو النادي الأهلي كل الفرق الأخرى كل الفرق الأخرى سواء تحاجت دا تحاجت دا لعب بعد خمس يام منشستر سيتي لعب بعد خمس يام أو هيلعب النهاردة أعتقد أو بكرة حاجة كده قراوة الياباني ملعبش تقريبا لغاية دلوقتي إذن النادي الوحيد في كاس العالم للأندية في السبع أندية اللي بتلعب في كاس العالم للأندية لعب مباراة بعد نهاية كاس العالم للأندية بتلات أيام هو النادي الأهلي وفي التلات أيام دول كان هناك صفر من جدة إلى الإمارات ثلاث ساعات بقية الأندية في كاس العالم للأندية ما عملوش كده أقل نادي اللي هو يعني بيقول أنا تعبان وأنا كذا وأنا كذا لقب بعدها بخمس أيام بعد نهاية مباراةهم بخمس أيام فيجب أن احنا نعظر هؤلاء اللاعبين بصراحة يعني أنا بشوف أن هؤلاء اللاعبين أبطال مهما كانت النتيجة بكرة ولا بعده يوم الخميس يعني في هذه المباراة وفي أبطال السوبر عايزين نكسب المباراة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة لأن النادي الأهلي الأفضل الأفضل فنيا الأفضل تكتيكيا الأفضل بدنيا مشكلة الوحيدة بس اللي بتقابل النادي الأهلي في خلال هذه الفترة هو اللي بيحصل اللي حضراتكم شايفينه الإجهاد الكبير جدا جدا اللي على كل اللاعبت النادي الأهلي حضراتكم شايفين الفريق ده بيواجه صعوبات كبيرة جدا ولكن بيعجبني بقى تعامل كولر مع دغط المباريات وعملية ويقول لك إيه في بعض الأوقات ألاقي إيه يتقال لك إيه أصله كولر بيعضي غير كتير أنا بيعجبني صراحة عملية التدوير للبعض البعض كان بيطلع يهاجم هذا الرجل بسببه المطش اللي فات رايح بعض اللاعبين عشان يستفيد بيهم في المباراة النهائية كهرباء مروان عطية مجموعة من اللاعبين فالحقيقة أنا فعلا سعيد جدا 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 بأن أنا بنتمي لهذا النادي سعيد جدا 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 أن أنا عندي فريق بهذا الإخلاص الكبير أنا سعيد ومبسوط أن أنا عندي مدير فني بيعرف يعمل حاجة أنا عايزها كراجل أهلاوي أنا هنا بتكلم كمشجع أهلاوي ما بتكلمش حاجة تانية